بسم الله الرحمن الرحيم يا مسائل فل على حضراتك تغطية خاصة لمباراة ذهاب نهاي دوري أبطال أفريقيا بين الأهل والترجي المباراة التي ينتظرها الجميع بكرة المباراة بإذن الله ستقام على ملعب رادس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس كل التوفيق بإذن الله وبمشيئة الله للعب النادي الأهلي والجهاز الفني تكون مباراة جيدة شوط أول يقدر يرجع لعب النادي الأهلي بنتيجة إيجابية تقدر إن شاء الله تساعدهم في مباراة العودة على ملعبنا ملعب استاد القاهرة يوم خمسة وعشرين بإذن الله حنل لحضراتكم معسكر النادي الأهلي تلاتيام اللي فاتوا منذ وصول النادي الأهلي إلى تونس بسلامة الله ترقص طبعا بعثة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب معسكر النادي الأهلي وأنا بكلم حضراتكم في اليومين اللي فاتوا كل الجدية وكل التركيز كل المعنويات مرتفعة في معسكر النادي الأهلي كل اللعيبة مستعدة استعداد كبير وكل لعيب جاهز وبيتمنى إنه يتحط في التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي والترجي زي ما احنا عارفين دايما مباراة الأهلي والترجي بتكون من مباراة الكبيرة وزي ما احنا شفنا السين اللي فاتت كان فيه تفوق كبير للعيب النادي الأهلي لكن المراتي بيدخل لعيبة النادي الأهلي وهي حطى التاريخ دي ورى ظهرها حطى الأرقام الكياسية للعيب النادي الأهلي وكلها ورى ظهرها النادي الأهلي واجه الترجي في 25 لقاء فاز النادي الأهلي في 12 مرة وفاز الترجي أربع مرات والتعادل الفريقين ثمن مباريات زي ما احنا شايفين الوشوش والوجوه في التدريب في كابتن محمود الخطيب اللي دايما بيكون مساند لكل لعبي النادي الأهلي والرسالة بتاعته بتوصل حتى لو ما فيش كلام وما فيش اجتماع تركيز الجدية الاستعداد عندنا جماهير كبيرة جماهير النادي الأهلي عايزين بمشيئة الله نقدر نفرحها وزي ما قلت لحضراتكو مباراة النهائي ماتشين شوط أول وشوط تاني تفاصيل الصغيرة بتقدر تحسيمها ده جانب من تدريبات النادي الأهلي بالأمس زي ما احنا شايفين في جدية في تركيز كبير هقول لحضراتكو بعثت النادي الأهلي والقايمة اللي اعلانها كولر وسفرت على شام وجهة الترج في حراسة المرمة وبعد عودة بعد غياب أربع وخمس شهور الحارس الكبير محمد الشناوي اللي بيكون ليه تواجد مهم جدا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب محمد الشناوي صاحب الخبرات الكبيرة في حراسة المرمة مصطفى شبير اللي بيمر بأفضل فتراته بنتمناله التوفيق بإذن الله ومصطفى مخلوف في خط الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول وكريم الدبيس في وسط الملعب مروان عطية وأكرم توفيق وقالي يوديانج بعد عودته مرة أخرى من الإصابة وتواجد مهم جدا لأليو ديانج وإبام عشور ومحمد مجدي أفشا وكريم ندفد وريضا سليم وحسين الشحات وبرسي تاو وكريم فؤاب وفي الهجوم محمود كهرابا وأنتوني مودست وسام أبو علي دي البعثة اللي سفرت وإحنا بنتكلم دلوقتي كل اللعيبة تتمنى أو كل اللعيب يتمنى يدخل التشكيلة الأساسية ويشارك في مباراة زي دي النهية دي المباريات اللي بتفضل عالقة في أزهان وعشاك جماهير النادي الأهلي ولما إحنا بنتكلم عن التاريخ تاريخ اللي ابتدى سنة 82 وقص شريط بطولات أفريقيا جيل عظيم بقيادة كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبدو كابتن إكرامي وكل نجوم الأهلي الكبار وافتتحوا دوري أبطال أفريقيا سنة 82 أمام أشان تكتوكه وسنة 87 قدر يفوز النادي الأهلي على الهلال السوداني ويتوج النادي الأهلي بالبطولة الثانية له في دوري أبطال أفريقيا وبعد غياب 13 سنة عن هذه البطولة يقدر يرجع النادي الأهلي مرة أخرى في سنة 2001 ويفوز على سان داونز الجنوب أفريقي وفي 2005 بنفوز على النجم الساحلي وكان لي الشرف أننا أكون متواجد في هذه المباراة وفي هذه البطولة وفي 2006 نقدر نفوز على الصفاكس التونسي في مباراة صعبة اعتقد الجميع أن المباراة صعبة والنادي الأهلي خارج دوري أبطال أفريقيا ولكن عادة النادي الأهلي بيقدر يرجع بالكاس من تونس على نفس الملعب ملعب رادس وفوز غالي لهدف في السواني الأخيرة لمحمد أبو تريكا ويفوز النادي الأهلي على الصفاكس التونسي وفي 2008 يفوز النادي الأهلي على الكطن الكاميروني في جروة في الكاميرون و2012 على الترجي التونسي في ملعب رادس وفي 2013 أمام أورلندو الجنوب أفريقي وبعد غياب سبع سنين يقدر يفوز النادي الأهلي على الزمالك بالهدف الشهير لمحمد مجدي أفشة هدف القضية ممكن في 2020 وفي 2021 يفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وفي 2023 يفوز على مباراة في مباراة مهمة جدا على الوداد المغربي في ملعب مركب محمد الخامس دول الحداشر بطولة اللي قدر يتوج بيهم النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا